قمة تضم زعماء الدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا وهي كل من تركيا وإيران وروسيا استبقها الرئيس التركي رجب طيب أردغان بالتأكيد على موقف بلاده الرافض لتقسيم سوريا تصريحات أردغان أثناء زيارته لإيران تأتي بالتزامن مع عزم الجيش التركي تنفيذ عملية عسكرية في شمال سوريا لضرب معاقل التنظيمات الكردية المصنفة إرهابيا وإنشاء منطقة آمنة لتهيئة الأوضاع لعودة طوعية للاجئين السوريين الموجودين على الأراضي التركية لكن إيران التي تملك نفوذا واسعا في سوريا عبر حلفها القديم مع نظام الأسد استغلت زيارة أردغان لتعلن عن رفضها للعملية التركية حيث سعى المرشد الإيراني علي خامنائي خلال لقائه الرئيس التركي على التأكيد على أن أي عملية عسكرية تركية في شمال السوري لن تختم أحدا على حد قوله يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه النظام السوري تعزيزات إضافية في اتجاه المناطق المرشحة للعملية العسكرية التركية في إشارة واضحة إلى رغبته في تعميق التنسيق مع التنظيمات الكردية التي أبدت هي الأخرى استعدادها في هذا الاتجاه ضمن اتفاق جرى توقيعه بين القسد والنظام برعاية الروسية عام 2019 واشنطن هي الأخرى وعلى الرغم من تبنيها ذات الموقف الإيراني الرافض للعملية العسكرية التركية بدأت غير مرتاحة للتعاون الجديد بين نظام الأسد وحلفائها الأكراد حيث بعثت بتوصية مباشرة إلى تنظيم قسد طالبته بضرورة الابتعاد عن التنسيق العسكري مع جيش النظام والإيرانيين في مقابل عودة جزء من القواعد الأمريكية إلى مناطقه فيما يعد نوعا من توفير الحماية لقوات التنظيم الكردي ومنحه الغطاء الأمريكي ويرى مراقبون أن القمة الثلاثية في طهران والتي تعد الأولى منذ عام 2019 ضمن إطار مسار أستانا سيتقرر فيها مصير الأحداث في الشمال السوري خلال الأسابيع المقبلة إضافة إلى مناقشة تداعيات الحرب في أوكرانيا وتطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني ترجمة نانسي قنقر